بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ودعى وزير الداخلية في البرقية اللاها جلت قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وازدهار لمصرنا الغالية وأن يوفق جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاه للوفاء بمسؤولياته الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة مؤكدا أنه سيظل أبناء مصر ورجال الشرطة منهم لديهم كل العزم والثبات في مواجهة التحديات متفانين من أجل رفعة الوطن وعزته كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب راجيا من المولى عز وجل المزيد من التوفيق والسداد لمؤسستين التشريعية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ متوجها بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر ويجعلها على مر الزمان منارة تهدي الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مجبولي أكد فيها استقبال عام جديد تتواصل خلاله مسيرة العمل الوطني نحو مستقبل يحمل الأمال في مواجهة التحديات وتتكامل فيه الجهود بعزيمة وإرادة لا تلين لإنجاز المزيد من طموحات الشعب المصري العظيم متوجها للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وسلام على مصرنا الغالية ترجمة نانسي قنقر